واحدة من الحاجات اللي ممكن تبقى غايبة شوية عن الناس دلوقتي في وسط كل الأحزان دي هل موضوع أحمد رفعت ده خلانا نشوف لبعض النواقص نشوف بعض النواقص اللي عندنا في الإجراءات التبية في الملاعب في عربيات الإسعاية فأنا هنا لما بكلمك على الجزئية دي مش بكلمك بس على الدوري الممتاز طراجل كمان متطلع جدا وقريب جدا من دوريات سواء دوري المحترفين أو دوري الممتاز بها أو دوري الدرجة الثالثة هل إجراءاتنا سليمة مئة في المئة في مثل هذه الأمور حتى لا تتقرر حدثة أحمد رفعت وإن كان طبعا هي قضاء وقدر هكلمك بصراحة احنا دلوقتي يعني فيش أفضل من الصراحة طبعا الدوري الممتاز في الإمكانات اللي انت تجيب جهاز صدمات كهربائية اللي انت يعني النهاردة في مرأة المنتخب الأوليمبي وزير الشباورة دكتور عاشر صبحي كان في زيارة وإحنا موجودين في المرأة النهاردة أول حاجة دخل عليها على المسعفين جهاز الصدمات لفتت انتباهي أول ما دخل دكتور عاشر ساب الكل قبل ما نروح للولاد وراح رفاية على المسعفين سلم عليهم وأهلا نمسا وروني جهاز الصدمات ورونه راكد بسط ومشي في الدورة الممتاز سهلة ده تلاقيه لكن خليني أتكلم بصراحة لعب الكرة مش دورة ممتاز لوحدة أنا وأنا واحد من الإعلمين يعني المغموسين في الدرجات الأدنى الدرجة الثانية والدرجة الثالثة وخلافه أنا في مرات كنت بعمل تقرير أن سيارة الإسعاف اللي موجودة في بعض الملاعب في فتران من فترات كانت سيارة نقل الموتى يا حضر سيارة نقل الموتى ليه؟ الكرة بقت إمكانية وفلوس الإسعاف عشان يجي نادي في الدرجة الثانية أو في الدرجة الثالثة أجر إسعاف وونات صغير مطلوب منه 1500 جنيه 1500 جنيه في سيارة إسعاف في الوقت اللي هو مش لاقي مش لاقي يدي لعبته بدل السفر أو يديهم مكافة فوز أو مكافة تعادل إلى آخر فالناس كانت بتتغلب على كده إما أن هي تروح بدل هيئة الإسعاف تجيب إسارة مجهزة تروح تجيب سيارة من جمعية من الجمعات الخيرية أو تجيب سيارة نقل الموتى برضو إحنا في فترة من الفترات حاولنا مع هيئة الإسعاف المصرية اللي نحن نعمل بروتوكول أن يعني قدي الإسعارات مخفضة ومشينا في أسنة من السنين ولتحد تحمل ميزانية الإسعاف أول ما جينا لكن الرقم كبير الرقم مثلا عشان إسعاف لكل الدرجات كلفنا في حدود 20 مليون أو أكتر مامل كبير فبدأنا برضو يعني بدأنا الأندية اللي موجود فيها الأندية الكبيرة الجمهرية حاولوا بيجيبوا سيارة الإسعاف الأندية التانية بنحاول وتكلمنا مع الوزير برضو اتكلم في وجود سيارة الإسعاف ولازم يكون فيها جهاز صدمات كهربائية لو النادي حيجيبه على حسابه أو الاتحاد يتحمل جسد وده احنا شغالين في الاتجاه ده عشان نبدأ الموسم اللي جاي في أمان لكن برضو عاوز أقولك احنا كالتحاد مصر وكرة القدم والناس كلها شاهدة بكده الإدارة الطبية اللي موجودة في الاتحاد عملت دورات للإسعاف وليزي انت تسعف اللاعب لو حصل أي طرق داخل الملعب في وجود كل الأجهزة الطبية الخاصة بالأندية وخاصة بالمنتخبات وحنعمل قبل بداية الموسم ده دورة واثنين وثلاثة لكل الدرجات عشان يبقى الناس كلها عندها الوعي الكامل للتعامل مع كل الحالات بالطرقة داخل ملعب كرة القدم إن شاء الله بإسن الله